اشتركوا في القناة وكمان الرعاية سواء من التغذية طبعا والحاجات اللي احنا كلمنا عنها في الدروس اللي فاتت وكمان في حاجة مهمة جدا انه هو من حقه الحماية يعيش في بيئة امنة رقم اتنين اكدت المادة رقم تمانين من دستور مصر عام 2014 على حق التفل فيه المادة رقم تمانين طبعا في الدستور المصري قالت الحق التفل فيه مسكن وتعليم وتغذية وكمان رعاية والرعاية الصحية او الرعاية الاسرية رقم ثلاثة يعد الدكتور نقط عميد الادب العربي من النمازج الصالحة لزول احتياجات الخاصة اكيد عرفناه الدكتور طوح حسين رقم اربعة من الواجبات التي يجب الاعلى الاطفال القيام بها اكيد المذاكرة واداء الواجبات مساعدة الافراد الاسرة وكمان ممكن المحافظة على البيئة رقم اربعة اكدت نقط السماوية على حقوق الاطفال اكيد اكدت الديانات السماوية نازم نبع عرفين في الدرس ده الفرق بين السلع والخدمة طبعا السلع هو كل ما يتم انتاجه ونكون بشراءه يبقى اي حاجة بتتم انتاجها في المصنع ونشتريها من السوبر ماركت اسمها السلع لكن الخدمات هي العمل او النشاط اللي بيتقوم بالدولة لخدمة المواطنين يعني باختصار كده جيبوا هراء وقلم واكتب معايا كده لو الخدمة يكون بها رجال الشرطة اكيد هتبقى خدمة امنية لكن لو الخدمة اللي انا بناء المدارس طبعا بناء مدارس يبقى خدمة تعليمية طب يا مستر لو ان انا بقى انظف الشوارع والميدين يبقى دي خدمة بيئية لكن بناء المستشفيات هي خدمة صحية طب في خدمة تانية مهمة جدا وهي رعاية المواهب واقصد برعاية المواهب والمتاحف وكمان السينما كل دي خدمات طرفهية وثقافية وكلمنا كمان في الدرس ده تعال افكركم بسرعة كده ان في حاجة اسمها مبادرة مئة مليون ساحة ودي للكشف المبكر عن الامراض وطبعا زي المرض اسمه الالتهاب الكبدي الوبائي يبقى دي حملة مئة مليون ساحة لكن في مبادرة تانية اتعملت ايام الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي مبادرة حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة معمولة للتخفيف عن المواطنين الاقصر احتياجا اللي احنا نوفر للقرة والمدن اللي مفهاش اي خدمات نوفر كل الخدمات اللي احنا شرحناها دلوقتي سواء تعليمية صحية بيئية امنية وما ننساش الخدمات الالكترونية اللي بتوفر الوقت والمال والجهد للمواطنين وبكده بقينا نقدر ننطلع سواء شهادة الميلاد جواز السفر وكمان فواتير الكهرباء والمية عن طريق خدمة مصر الرقمية خدمات الالكترونية مهمة جدا تعال بقى نشوف اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الخاطئة تعني الرعاية توفير بيئة تساعد على نمو الطفل وتطوره طبعا الاجابة هتبقى صح رقم اتنين يقصد بحماية الطفل ان يشارك في اتخاذ القرارات طبعا هنا الاجابة غلط لان حماية الطفل هو ان يعيش في بيئة امنة لكن مشاركة القرارات دي اسمها المشاركة ان يشارك في جميع القرارات دي اسمها مشاركة رقم ثلاثة تضمن دستور 2014 مواد تتعلق بحماية حقوق زوالاحتياجات الخاصة هنا هنرجع لمدة 81 اللي بتقول فيه طبعا حق زوالاحتياجات الخاصة فيه الرعاية والتعليم والمشاركة يبقى الاجابة هتبقى صح اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة